تراها الحكومة في فرنسا شضايا للحرب في أوكرانيا وتراها المعارضة فشلاً لسياسات مستمرة منذ العهدة الأولى لماكرون هنا باريس بلا سترات صفراء تستعد باريس وفرنسا جمعاً لإضراب عام بعد أيام من التظاهرات التي شهدها عدد من المدن الكبرى اعتراضاً على غلاء الأسعار وشحة المحروقات وارتفاع ثمنها بشكل غير مسبوق وإن كان الغضب الشعبي مدفوعاً هذه المرة بأزمة الوقود بعد إضراب عمال المصاف النفطية للمطالبة برفع الرواتب مما أثر بشكل كبير على مستوى التزود في محطات الوقود وحرك غضب الشارع في ظل شح المعروض أعتقد أن هناك مشكلة إمداد في الديزل على واجه الخصوص وأعتقد أن تلك المشكلة لها صلة بمعامل التكرير التي تنفذ إمدادتها إننا نهدر الوقت جميع محطات الوقود في سيرجي بدون وقود لذا الآن سأجرب حظي في محطة وقود أزمة الوقود في فرنسا عكاس لما تمر به منذ عام 2018 مع ولادة حركة السترات الصفراء للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة عموماً ثم امتدت المطالب لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي سنتها الحكومة وهو ما تعيشه فرنسا في النسخة الجديدة من الاحتجاجات احتجاجات تشارك فيها النقابات العمالية وقطاعات النقل والكهرباء وموظفي الحكومة والصحة فضلاً عن المدرسين وأساتذة الجامعات وموظفي كبريات شركات القطاع الخاص ويبقى السؤال عن مصير ماكرون الذي نجى من مقصلة السترات الصفراء واستطاع أن يجمع ما نسبته بـ 58% حاز بها على ولاية ثانية إلا أنه استطاع كذلك أن يجمع مؤيديه ومعارضيه على فشل سياساته فهل يتلقى ماكرون صفعة جديدة من الجماهير الغاضبة من سياساته؟ موسيقى